السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضركم مرة تانية في شرح كتاب ديزاينينج انترفيس هنشرح النهاردة شابتر ثوين معيكم سماع شهيب أستاذ مشارك قسم النظر معلمات كلية الحاسبات ومعلمات جامعة المنصورة ان شاء الله بإذن الله هنستكمل مع بعض شرح الكتاب الشرح تحديدا هنشرح كيفية عمل ديزاين للنافجيشن والساينبوس وفايندينج او ازاي تخلي اليوزر يتنقل من مكان للتاني عن طريق ديزاين نافجيشن باتنز طبعا يتنقل داخل الابليكيشن او الويبسايت بتاعه طيب هو بيبدأ بين هنا بيقول ان تحديات النافجيشن هنتناولها في الفصل ده تحديدا ايه هو الغرض من النافجيشن في اليوزر ايه طرق ان انت تشجع اليوزر ان هوا يلاقي الاماكن المختلفة للألمنت المختلفة جوه النافجيشن او طرق المختلفة اللي عمل نافجيشن ديزاين او هاو نافجيشن وباترنز نافجيشن هنتكلم مع بعض التشالنج الخاصة بالنافجيشن ديزاين عايزين نعرف ازاي الديزاين الصح لعملية النافجيشن بيسهل اليوزر استخدام السوفتوير تحديدا بيسهله الانفورميشن والتولز اللي ممكن يستخدمها بتكون متاحة قدامه بتنظمه الفنكشناليتي والكونتنت بطريقة فيزابل سهلة بتعرفه هو فين يقدر يروح فين وعملية التنقل باك اند فورث ما بين اجزاء الابليكيشن بسهولة بعد كده هنعرف مع بعض يعني ايه ساين بوست الساين بوست زي اه في اي بيج او في اي ابليكيشن هو عباره عن اللوجو او البراندينج او المين تايتل للابليكيشن ده ازاي تعمل الديزاين للساين بوست بتاعتك دي هنشرحه ان شاء الله بإذن الله خلال الشابتر ساين بوست وصاين بوست مهمة جدا اه في اي اه ويبسايت او ابليكيشن علشان بتزهل اليوزر ان هو يتنقل اه بوان جامب اه من مكانه للمكان الرئيسي او للمين بيج تاني طيب الوي فايندينج الوي فايندينج ببساطة اه بتشجع اه ال self exploratory اه اللي احنا شرحناها البتر ان كوغنيشن اللي احنا شرحناه في شابتر 1 اه وي فايندينج بتخلي اليوزر يعرف طريقه جوه البرنامج طيب الوي فايندينج علشان يقدر اليوزر استكشف البرنامج او يستكشف الويب سايت اه محتاج بعض الهنس اللي من خلالها ممكن اه اعمل وي فايندينج اكسبيريانس كويسة بالنسبة لليوزر زي الجود اه سايندج وهي تسميات او الليبولينج بطريقه اه صح لكل الاليمنت الموجوده وان الاماكن بتاعت اي حاجه اه اي كومبوننت تبقى شبه الاماكن اللي متعود عليها اليوزر ودي اللي بنسميها مثلا الاكس اللي هي خاصة بقفل اي ابليكيشن تكون في الجنب او في الابر رايت كرنر زي ما اليوزر متعود عليها في اي ويندو المابس الطريقة برضو فعالة جدا ان حضراك بتوضح لليوزر الماب بتاعت الابليكيشن و او الويب سايت اللي ها يتعامل معاك في باترنز كتير زي و الموضع و الموضع هنتكلم عليهم ان شاء الله خلال نافجيشن هي انواع مختلفة متسمية او هنستعرضها على حسب وظيفة كل نوع هنبدأ باول حاجة جلوبال نافجيشن جلوبال نافجيشن غالبا بتبقى في المين سكوين الخاصة بالبرنامج وبتودي بتسهل اليوزر التنقل لاجزاء البرنامج المختلفة او الويب بيج او الويب سايت بتاعتي بسهولة في طرق كتيرة لإظهار الجلوبال نافجيشن زي المينيو او المين مينيو للويب سايت او زي بتاخد شكل مثلا ثلاث نقاط او ثلاثة داش تحت بعض بتكون برضو في الكورنر في الابر كورنر تاني نوع اسمه الاتوليتي نافجيشن الاتوليتي نافجيشن دي بتحتوي على او الحاجات اللي مش مرتبطة بمحتوى الويب سايت بتاعي زي مثلا الساين ان زي الهيلب زي البرينت زي الانجوج زي الستنج دي كلها بتدخل جوه الاتوليتي نافجيشن الاتوليتي نافجيشن ممكن تاخد كذا شكل منها الاسوشيتيف اند انلاين نافجيشن ان اليوزر مثلا يدخل مباشرة للبيتج بتاعته او للسايت هيظهوله مباشرة اللينكس الخاصة بالبرفيرنس الخاصة بيه تاني حاجة تاني شكل ودي لما ممكن تبقى خاصة بالحاجة اللي بيرول اوفر عليها اليوزر ممكن تبقى تاجز زي ما احنا شرحناها في شابتر 2 في السوشيتيف لو كان الابليكيشن او السايت بتاعي ضرع عن سوشيال ميديا كل بوست بيبقى فيه مجموعة باللينكس حواليه اللي بتعبر عن اليوزر اللي كاتب البوست الزمن اللي كتب فيه الحاجات دي بتبقى رسبونسب لو اليوزر عمل عليها ممكن يتنقل يعرض بيانات تانية زي مثلا بوفايل الخاصة باليوزر اللي هو صاحب البوست او whatever الـ زي ما احنا كلمنا عنها في السويم اند في نيوز باترن في شابتر 2 طيب design considerations الخاصة بالنفيجيشن ايه اللي حضرتك كدزينا وتاخده في الحزبان او الاعتبارات اللي هتاخدها في الحزبان اثناء عمل او الحاجة بيقول افصل النافيجيشن عن الفيجوال ديزاين الخاص بالابليكيشن بتاعك اه تاني هنت بيقول او الهنت دا يا جماعة بيتكلم انه هو حريك وحريك بتاعي من النافيجيشن بتصمم له حاجة او بتفكر فيه لوحده مستقل عن الفيجوال ديزاين او الهنت او الهنت او الهنت ديزاين تمام في الابليكيشن تاني حاجة بتفكر عن طريق الهنت يعني ايه الهنت تفكير البشر بشكل عام متقربة زي ما احنا قلنا وطريق تصوفاتهم متقربة اه فحريك هتفكر ايه هيجي في دماغ اليوزر اول ما يدخل المكان ده المفترض مثلا لو انت في اوضع جديدة اه اول حاجة هتيجي في دماغك ان هتدور على ابعاد الاوضع هتشوف الزواير الفيج الزواير الانوار اللي بتنور الاوضع وهكذا اه فحريك هتفكر بنفس الطريقة اه اللي هيفكر بيها اليوزر وهو داخل الابليكيشن بتاعك طبعا ال الديزاين كونسيدريشن دي كلها عن ترجمها الباترنز بعد شوية بإكزامبلز ثالث حاجة بيقول يعني خلي المسافات قريبة ما بين الكونتينت تاني من خلال نافيجيشن ده عن طريق كذا برضو تكنيك اه حاجة اسمها برض جلوبال نافيجيشن وبط فريقانتلي اكسد اكسس ايتمز ديركلي ان جلوبال نافيجيشن حط الحاجات اليوزر بيدخل عليها لطول اه او بشكل مستمر في مجموعة نافيجيشن خاصة بيه برينج ستيبس توجيذر خلي معظم الحاجة اللي بيستخدمها اليوزر اه في مكان واحد ما تخلهوش يتنقل كتير لان ده بيضايقوا اه جميل بعد كده هنتكلم عن النافيجيشنال مودلز النافيجيشنال مودلز هي نمازج النافيجيشن ودي بتختلف عن الباترنز يا جماعة نافيجيشنال مودلز هي اشكال النافيجيشن اللي ممكن اليوزر اه او ممكن حركة كديزاينر تستخدمها عصم التصميم وامتا تستخدم كل مودل طيب اه اول حاجة اسمها الهب اندس بوك الهب معناه ان حركة تخلي كل الميجر بارس او اوف سايت او اب في الهوم بيج بتاعت الابليكيشن ده او السايت ده اه واللي سبوك معناه ان حركة اه تنظم النافيجيشن بتاعتك على حسب الجابس زي اه الاجزامبل الاساسي اه في الموضوع ده زي الايفون هوم سكوين وزي المينيو اه بيج باترن اللي بنلاقيها في معظم السايت اه مودل معانا فلي كونكتد كل صفحة ممكن من خلالها اليوزر يروح لأي صفحة في الويب بيج اه بتاعه فاللي بيبقى حاجة اه شبح كده ان كل صفحة مرتبطة بكل صفحات التانية مش main page ومن خلالها يوح للصفحات الثانية لا كل صفحة حد ذاتها can be connected easily with other pages طيب تالت موضل multi level or twee هنا هرك بتخلي المين page بتاعتك fully connected مع all other pages بس كل sub page هي connected مع sub content بتاعها هي ملهاش علاقة بالsub pages التانية طيب step by step وده رابع navigation model معانا step by step زي بالزبط الوزرد اللي احنا شرحناه في شابتر 2 عشان ما نطولش تاني في الكلام البرمد موضل ودي مشهورة في السايتس بتعمل publishing the stories as gallery of pictures ودي بتقدم معاها فاسيليتي مهمة لليوزر اسمها بان انت زوم انه من خلالها يقدر يعمل زومنج لاي content اه وبعدين يرجع تاني للمين page اللي هو كان فيها طيب اه flat navigation وده الموضل السادس معانا اه وده بيستخدم في حاجة زي ما زي الـ applications اللي الـ users مش بيحتاج انه هو يتنقل من مكان للتاني جوه الـ applications زي الفوتوشوب مثلاً تمام؟ كل الـ canvas plus palette applications ما بتحتاجش اه الا flat navigation اه تاخد بالك كمان ان هو اه فيه تلات حاجات لازم تلاحظها على الـ navigation model اول حاجة اه ممكن ان هما اه حركة تستخدم كزا موضل مع بعض اثناء عمل design للابليكيشن بتاعك تاني حاجة الـ global navigation و short jump اه هو موضلز كويسة في معظم الاحيان لكن في بعض الاحيان اه بيكون الـ user مش عايز يتنقل من المكان التاني فتاخد بالك اه من الـ عايز يركز على اه تاسك معينة ولا لا اه في الـ actions بتاعته فبالتالي هيحتاج الـ global navigation ده ولا لا تالت حاجة برضو حركت اخدها في الحزبان وحرك بتختار المضل ونسبة من الـ navigation ان كل الـ mechanisms والـ patterns ممكن تتنفذ على الشاشة بكذا شكل مثلا اه لو انا عندي complex site او complex app هنحتاج tabs menu sidebar tweet view to show the global navigation on each page طيب هدي اختار انهي فيهم اه ده ممكن ما تقررهوش الا ما بعد ما تعمل laying out للـ pages بتاعتك طيب هنبدأ بعد كده نتكلم عن الـ patterns الخاصة بالـ navigation design pattern تحديدا اول مجموعة قدامنا دي اه بتهتم تحديدا بالـ navigation model اللي احنا تكلمنا عنها اه ممكن تكون اه مرتضة او اه مرتضة على الـ screen layout او مش مرتضة عليها بشكل اساسي المجموعة اللي بعد كده اللي هم التلاتة دول تحديدا دي مرتضة بالـ sign post design طيب اه نبدأ بسم الله اول نتكلم عن اول مجموعة اه وتحديدا بالـ pattern اللي هو clear entry points البترن ده الحقيقة اه سهل جدا في التعامل او سهل جدا في design انه حريك بتحدد اه نقطة دخول او نقطتين بالكتير اه لليوزر اللي اول مرة يزور السايت بتاعك ده في حالة امتى بتستخدمه لو السايت او الـ application اه بيقدم خدمة معينة بعينها اه اه يعني خدمة معينة حريك بتوجه اليوزر لها اول ما يدخل يدخل من نقطة الدخول دي اه زي ما حريككم مثلا اه اه لو اه حد مثلا اه اه شايف اليونيتي او اه اتعامل مع موقع اليونيتي قبل كده اه اللي مديلك اختيارين هل انت اه اه يوزر جديد ولا يوزر اه حالي تمام لو يوزر جديد دي يبقى على طول بتدخل هو مديلك entry point واحدة لليوزر الجديد ادخل من هنا مش مديلك خيارات جتير ناخد بالنا ان مش كل اليوزرز يناسبهم النوع ده من البترنو خصوصا اكسبرينسد يوزرز فبالتالي لازم اه تحط في حسبانك اه بعض الخيارات الاخرى اه اه للاكسبرينسد يوزرز هنتكلم دلوقتي طبعا ها اه سهلة ازاي تعمل لها ديزاين سهلة انه بيقول لحضرتك انه حدد اه بوابة اه بمثابة اه هي نقطة الدخول للموقع والامثلة هتوضح الديزاين باترن بشكل افضل مثلا الايباد برو بيتش على الابل سايت ميديلك هنا نقطة دخول واحدة نعمل زومينج اكتر هايك لو عايز تشتري هتدخل لنقطة اه 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 من البوابة دي اه كمان ده ميوزيك سايت اسمه اسبوتيفاي ده اللاندينج بيجي بتاعها مديلك جيت اسبوتيفاي خريه وبتبدأ تتعامل مع الخطرات الالستويتر وده من اشهر برضو البروامج اللي بتدي مجموعة من الانتويدورز في الاول عشان حريك تحدد البروجيكت بتاعك هيبقى تحت كاتيجوري اه البريزي اللي بيعمل برزنتيشنز هاي اللي بنستخدمه عشان نعمل برزنتيشنز في موقع عرضيات كمان الخاص بتسلا برضو مدينا خيارات لنقطة الدخول زي ما حرقكو شايفين طيب نروح بعد كده البتران البعد كده منيو بيج اه هو list of links to content rich pages اه من اسمها ومن تعرفها لو حريك عندك rich content حريك عايز تعرضه بشكل مناسب لليوزرز rich content بمعنى مثلا long data sets or products فحضرتك هتعرضها عن طريق منيو بيج بس برغم ان هي طريقة فعالة جدا الا ان انت تاخد في حزبانك ان طريقة دي بتحتاج شجاعة بعض الشجاعة في التصميم اه لان مش في اي وقت وفي اي سايت او في اي application تقدر ان انت تستخدمها ليه لان انت لازم تاخد في حزبانك اه ان اليوزرز عارفين كواس قوي السايت او ال application ده اه اللي هما اه اللي حريك ما هتصممه اه ده عبارة عن ايه؟ تاني حاجة اه عارفين كواس قوي هما جايين يعملوا ايه؟ عارفين ازاي يضوروا ويلاقوا المحتوى بشكل جيد جوا اذا ال application بتاعك اه ما تشتتهمش او اه مش اللوع ده من ال users مش هيحتاجوا news وupdates وfeatures اه كتير اه فحضرتك برضو تاخد في حزبانك اه ان انت متحطش الحاجات دي في التصميم بتاعك بشكل كبير اه مش عايزيني يحصل لهم confusing وهم اه بيستخدموا السايت بسبب ال high dynasty اه منيو بيتش ديزاين بتاعك اه طيب ازاي؟ ازاي ده ان حضرتك بتقسم المحتوى بتاعك اه الاول بتحدد ال content بتقسمه على حسب ال hierarchy الحقيقة تستخدمه two or three hierarchy levels ما تستخدمش اكتر من three hierarchy levels اه تحدد التسمية بشكل كويس لكل لينك ممكن تعمل brief description اه لكل لينك تحته لو عندك مساحة اه ان انت تعمل كده اه تاخد بالك هل ممكن او اه النوع من ال users اللي هيدخلوا ال application او سايت بتاعك هاي هيحتاجوا visual art معينة اه هتحط لهم هتضفلوهم صور بطريقة معينة المنيوز دي هتبقى عبارة عن صور عبارة عن كلام بس عبارة عن combination بين الصور او visual art مع الليبولينك اه ولا هم هيتضيقوا اه وضع النوع اه مور انتريك طيب جميل ناخد بعض الامثلة دي اه طبعا اه منيو بيج بس مريحة للعين الى حد ما هي فضيها يعني هي اه حاطة مساحات متساوية اه عشان يقدر ان هو يحط فيها brief description if required اه الويب سايت بتاع university of california اه بيركلي برضو مستخدم المنيو بيج بس مستخدم هنا اه برضو visual art ما تنساش كمان ان حضرتك تحط السيرش بوكس ودي مهمة جدا علشان تسهل اليوزر ان هو يقدر يوصل للكونتنت اللي هو محتاجه بسهولة دي كلها بسلة للمنيو بيج سواء مستخدمين اه links only or combination between links and virtual arts ثالث باترن معانا البرامد باترن البرامد باترن اه هو اه حاجه design باترن لطيف جدا بس ما بيستخدمش في كل الاحوال بيستخدم امتى لو حدرك عايز تربط on god sequence of pages ايه اه ايه او ايه مثلا هيكة بتعمل مثلا 音يتشان اهrast عايز تحتاج ان ان اتعرف اليوزر ان رمي تأك ان هوا ممكن يعد للتنقل ما بين البيجز وبعضها طيب بس كده لأ البرمت باترن لازم حضرتك كمان تعرض معه طريقة أو تزين معه طريقة تانية للعرض انه هو ممكن يختار الصفحة اللي هو محتاجها ما يحتاجش انه هو يرجع لورا سبع مرات عشان يرجع للصفحة اللي هو عايزها زي ما هو مدي لك مثال هنا طيب ممكن يحدد رقم الصفحة ممكن يبقى فيه على جنب بكل الديزاين بيجز اللي تمت وهو هيختار الديزاين زي ما بنشوف مثلا في البرمت برزينتيشن أو في العدو بأكبات ولا أي حاجة بتعرض تسلسل لصفحات معينة ازاي هتعمل ديزاين طبعا هترتب الصفحات من الصفحة الرئيسية بعد كده الصفحات المرتبطة بيها بترتيب الزهور بتاعها بتمكن اليوزر انه هو يعمل باكا ان دي ناكس زي ما احنا قلنا في بعض البرمت بيجز او البرمت بيخلي اليوزر لما يوصل للاخر بيرجع تاني للاول في الحالة دي ما تستخدمش الديزاين كونسيبت ده الا لو في حالة نهرك عايز فعلا تخلي اليوزر او متأكد ان اليوزر بتاعك عارف ايه هي الهوم بيج و الا هيعتبر نفسه انه هو عمال يبروسيد لقدام من غير ما يوصل للنهاية طيب اكزامبلز للبرمت باترن فيسبوك فوتو ألبوم ده عرض مصغر لكل بيج لو هو ضغط على حاجة ممكن يقدر يعملها اكزامبل تاني يا جماعة اللي احنا ذكرناه زي حاجة زي باربوينت برزمتيشن برضو طيب جميل بعد كده هنيجي للباترن رابع موضل باترن موضل باترن بسيط جدا هي عبارة عن شاشة ما فيهاش اي نافيجيشن اوبشنز الا اكتنولوجينج اتس ماسج يعني ايه محتاج مثلا اليوزر يعمل لك لوجن قبل ما يبدأ في اي حاجة تانية مثلا شاشة فتح الاميل في الاول او شاشة فتح الفيسبوك او الابليكيشن اللي حرارة ما تعرافش تعمل اي نافيجيشن جوه الا لما تعمل كونفيرم لحاجة معينة الموضلز بتحتاج ان انت تعمل ديزاين اللي one page with no other navigation option طيب استخدمه امتى؟ قلنا طبعا من استخدمه امتى لو حريك عايز تركز على single action او process اليوزر يقدر بعد كده من خلاله يبروسيد في التاسكس اللي هو عايز يعملها لكن ما يقدرش يدخل على الويب سايت الا ما يكونفيرم الديتا دي بشكل اساسي ازاي؟ لازم تعمل design او تحدد في البداية اذا كان هيحتاج ان انت تعرض له بعض المحتويات ولا لازم الاكشن دي يتعمل وإلا مش هينفع عرض المحتوى باي حال من الاحوال زي ما احنا قلنا امثلة مهمة زي حاجة confidential مثلا data او personalize data زي ال login للاميل والفيسبوك دي امثلة برضو تانية دي برضو ما يقدرش ان هو يروح لأي مكان تاني إلا ما يعمل viewing للباج كونتنت طيب جميلة دي كلها عبسلة يا جماعة طيب البتن الخامس اللي معنا نعرضه deep links deep links معناها ايه؟ deep links معناها ان لو اليوزر واصل لURL صعب الوصول اليه جوه لسايت بتاعك او محتاج مجهود للوصول اليه مرة تانية ايه فحضرتك هتعرض له ال last state اللي كان واقف عليها او تعمله restoring لل last state اللي كان واقف عليها لما اتقفل البرنامج طيب ايه يعني مثلا حاجة زي كده لو هو في هيريركي معينة واصل لديب point بالطريقة دي فحضرتك لما تيكي تعرضها له مش هتعرضها له من ال home page لا هتعرضها له من ال last state اللي كان فيها طيب بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لو مثلا في عرض الكتاب معين او الماب معينة او zoom level معين كان اليوزر بيستخدمه فحضرتك هتتعمله restoring لل application بتاعه بنفس ال values اللي كانت اخر حاجة كان بتعامل معها اليوزر سي مثلا هو كان دخل مجموعة من البيانات كتير ومحتاج ان هو يدخل مجموعة من بيانات تانية فبرضو هتعمله restoring لاخر state كان واقف عليها طيب بنستخدمها ليه طبعا في حق ان احنا بنوفر مجهود ووقت عند اليوزر طيب كدزاينر بس بعمل design issue بتاعه اول حاجة خالص حضرتك هتحط في حزبانك ان انت تتبع موقع اليوزر في المحتوى وهتحطه في اليو او اللي فوق مش بس كده حضرتك هتحفظ كمان اليوزر انترفيس state اللي كانت عليها لو هو عامل زومنج او طريقة عرض معينة حضرتك هتحفظ كل ال values دي وهتعمله restoring عليها لو اليوزر بيعمل تغيير للمحتوى وتغيير لـ urls وتغيير لـ views بطريقة مستمرة جوه ال application حريك على طول هتعمل نقل للكلام ده في ال url بتاعك بحيث ان هو يسهل على اليوزر كمان يعمله sharing او يعمله covering لو هو محتاج لكده اشهر حاجة في الموضوع ده الـ ios والاندرويد applications ان حريك بتعمل configuration للـ deep url اللي واقف عليها اليوزر ممكن كمان بتسهل عملية sharing ما بين application و application تاني لنفس الـ deep point اللي واقف عليها اليوزر جميل لحد هنا خلصنا الـ actions الخاصة بالـ deep links طيب examples عليها زي sharing a youtube video دي تعتبر deep blank في كمان مدينا هنا deep linking linked state in google books لو هو page معين عايز عملها sharing فانا بيمكنني ان انا اعمل sharing للـ page D او للبط بالكامل حتى لو حرك عامل search وعايز تعمل نتيجة search D على بعضها تعمل لها sharing برضو بيمكنك من كده iOS deep linking from mobile web to mobile app فلكسابلتي طبعا بتاعة الـ iOS اللي مستخدمين الـ iPhone Indeed job search barometers are written in url so that this search can be shared or saved يعني انا ممكن اسيف الشيء الـ search بالكامل او اعمله sharing طيب البترن بعد كده اسمه escape hatch معنى ايه؟ معنى ان حرك تحط اسكيب هاتش يعني خطة هوب تحط button او link بيعمل اسكيبنج اسكيبنج لليوزر من خلاله يوصل للمين بيج مرة تانية بسهولة شديدة ده في حالة مثلا ان هو تاه جوه الـ hierarchy الخاصة بالـ site او ان هو عايز يرجع للمين بيج او مين سكوين بـ one jump في الحالة دي حضرك ليزم تحطله زرار يقول له ارجع من هنا او تقدر تهرب من هنا طبعا تهرب دي مجازا يعني طبعا الحرك بتستخدم البترن ده علشان تسهل على اليوزر ان هو يوجد مخرج لنفسه لو هو حس ان هو تاه ومحاصر فهيدطر ان هو يقفل الـ application ممكن ما يفتحهوش تاني او يقفل ويب سايت طيب ليه انا محطلهوش حاجه توجعه للصفحة معينة او صفحة رئيسية او سكوين رئيسية من غير ما يضطر ان هو يعمل كده طبعا دي بتسهل Safe Exploration Pattern Cognition Pattern اللي احنا شوح نوعه في شابتر 1 ازاي؟ ازاي بنتطبقه دي Safe Place بتحدد Safe Place هيرجع ليها وبتحط Button في كل page يقدر اليوزر بنخلاله يروح للـ Safe Place دي طيب الـ Exambles للـ Escape Hatch كتيرة هنا زي في الـ LinkedIn لو هريك دخلت على Setting وحسيت ان الدنيا مش تمام معك ممكن تعمل Escaping عن طريق ان هريك تضغط على الـ Avatar بتاعك في بعض الصفحات اللي بتدي Error 404 اللي هو Not Found Error بتدي Escape Hatching انه هو بتدي Facility مثلا للـ Search او انه هو بعض الـ Length اللي ممكن من خلالها يكون تاكت الـ Team الخاص بالموقع طيب البترون البعض كده Fat Menus Fat Menus من اسمها هي عبارة عن قوائم كبيرة بتحتوي على Three or More Hierarchy حضرتك هتعرضهم كـ Drop Down of Layout Menus بتسمى كمان Mega Menus تمام؟ زي ما Microsoft.com عارض في الشاشة الرئيسية بتاعته ده شكل Microsoft.com طيب ايه تستخدمها امتى؟ من اسمها او من تعريفها؟ بتستخدمها لو عند حرك Three or More Levels of Hierarchy حركة بتضطر ان انت تعمل Fat Menus بمعنى ان هو الـ User لو عمل Fly Out أو Itch Over أو Roll Over على الـ Pointer أو الـ Touching بتاعه على المنيو يقدر ان هو يفتح له او لما Drop Down بمعنى ان هو لما يعمل Clicking على الـ Item يتفتح له الـ Sub Menu بتستخدمها ليه؟ بتستخدمها عشان تخلي الـ Complex Sites More Discoverable ودي بتماتش مع الـ Self-Exploratory أو Self-Exploration Cognitive Pattern اللي احنا شوحنا برضو في شكله عنه والـ Fat Menu هو شكله من اشكال الـ Progressive Disclosure وده concept مهم جداً الـ Progressive Disclosure يعني الكشف التدريجي تمام؟ ده concept مهم جداً في الـ UI Design وهنعرضه بعد كده ان شاء الله في شابتر الثانية باختصار معناه ان هو الـ Complexity بتاعت السايد بتاعي بتبقى hidden until the user asked to see لحد ما الـ User يقرر ان هو يستكشفها عن طريق الـ Edge Over مثلاً أو Roll Over على المنيو أو ان هو يـ Click المنيو آيتم ده جميل، ازاي تعمله ديزاين؟ طبعاً الحركة لازم تعمل الـ Will Organize List of Links كويس جداً وتستخدم هيدرز ودفايدرز بطريقة كويسة وتعمل الـ Viewing للـ Hierarchy عن طريق تغيير الـ Size من Hierarchy للتاني أو من Subpage لـ Subpage جوه تاني لحد ما توقع أسفع Sublink لـ Sublink لحد ما توصل لـ أن توحي لـ User أن هو Hierarchy جوه بعضها أو توضح الـ Complexity بالطريقة دي ببساطة في ملاحظة مهمة جداً هنا كـ Designer ولازم تاخد بالك أن الـ Fat Menus Work well with Accessibility Technology للناس اللي محتاجين يستخدموا الـ Accessibility Technology اللي ما يعرفش عنها Accessibility اللي هي سرولة الوصول للناس اللي عندهم مشاكل في الرؤية أو مشاكل في السمع أو whatever هيتلازم تخلي الـ Fat Menus Work well with Accessibility Technology عن طريق ترتيب الـ Items مثلاً ترتيب كويس علشان لما تتحول من Text to Speech للـ Blind People أو للـ Visually Embared People اللي هم مش هيقدر يشوفوا الكلام بطريقة كويسة فحريك بتسهل لهم أن هم برضو Self Exploration أو أنهم يستكشفوا الـ Site بتاعك بطريقة كويسة عن طريق أن حريك بترقم الـ Organized List كويس وبتحدد الترتيب بتاعها بطريقة كويسة بيقول هنا برضو hint أن حريك الـ Fat Menus لازم تعمله Adaptation لـ Mobile Screens إذا لازم الأمر طبعاً هو معظم الناس دلوقتي بتفتح أي ويب سايت على الموبايل مش بس على الـ Laptop أو الـ Computer فبالتالي لازم تعمل حسابك في الموضوع ده فالـ Fat Menu تعملها كـ One أو Single Column Menu بترتيب معين للـ Items كل Items جوه الـ Sub Items بتاعته بخط أصغر بدزاين مختلف علشان توضح برضو شكل الـ Hierarchy طيب Examples للكلام ده ممكن The Examples 2-Level 2-Level Fat Menu with Progressive Disclosure في الماسس أولاً أكزم بل فوق بردو في الميكروسوف The Fat Menu في الـ Starbucks Website دي كلها examples للـ Fat Menu زي ما حضراتكم شايفين طيب الـ Pattern اللي بعد كده Site Map Footer Site Map Footer من اسمه هي مجموعة من الـ Links اللي بتتحط فيه الـ Site من تحت خريطة بتوضح خريطة لمعظم الـ Links اللي جوه الـ Site نفسه المينيو في الحالة دي بتكون كلها ظهرة مش زي الفات مينيو إن هي ما بتظهرش إلا لما اليوزر يعمل Clicking أو Rollover عليها دي بتكون دايماً ظهرة في الفوتر الخاص بالـ Website بتستخدمها إمتى؟ في ملاحظة مهمة جداً برضو على الـ Fat Menu قبل ما نعدي الجزء ده الفات مينيو مختلف عن الـ Pattern المينيو بيج اللي احنا شرحناه في الأول المينيو بيج يا جماعة بتبقى First Screen أو First Page أو Website لكن الفات مينيو بتبقى المينيو صغيرة فوق لما اليوزر يعمل عليها Rollover في الحالة دي بتعرض الـ Sub Items اللي جواه أو Clicking طبعاً طيب نكمل Site Map ونقوم بيجاب ستغرب روتر دايمان بتبقى في آخر الـ Site أو في آخر الـ Web page بتستخدمها لو حضرتك عندك مساحة كافية يعني الموقع بتاعك ما بيديلكش أو الحريك بتعمله ديزاين مش بيدي لك restricted space للدزاين بتاعك فبالتالي بيوفر لك مساحة تحت ان حيك تحط حاجة اضافية ما عندكش restrictions هتحطها على حجم الصفحة او مفيش restriction على الوقت اللي اليوزر بيتصفح فيه او بينزل فيه لتحت السايت نفسه مش كبير في الحجم او هو مجموعة categories حريرك معنوينها بطريقة كويسة لكن هي مش data set كبيرة هيتم عرضها وحتى السايتس اللي كبيرة في الحجم لما بتستخدم الفوتر ما بتستخدمش كل الساب categories اللي فيها بتستخدم مجموعة اساسية من اللينكس اللي موجودة جوه السايتس بالاضافة لبعض اللينكس الاساسية اللي هي زي contact us and so on اللي بتبقى موجودة في كل السايتس طيب بتستخدمها ليه؟ الابشن بتاع السايت ماب فوتر بيدي لليوزر بعض تاني للنافجيشن اوبشن يعني بيدي لليوزر امكانية برضو لسلف اكسبلوريشن الخاص بالسايت بيحسس السايت بالقوة اللي هي اسفة بيحسس اليوزر بقوة ان ازاي السايت ده مبني والمكان اللي هم فيه وممكن يوحوا فين تاني هنا بيقولك ان انت ممكن تلاقي نفسك بتختار او ما عندكش الابشن ان انت تحط مثلا سايت ماب فوتر مع فات مينيو فوق وان انت لازم تختار ما بينهم فلو ما عندكش كمية كبيرة من بيانات عايز تعرضها في فات مينيو فهذاك اختار السايت ماب فوتر لانها بتبقى عبارة عن روابط سابتر دايما تحت البيج او في اسفل البيج حضرك برضو هتحتاج علشان نتصممها نحرك تحدد كويس ايه اللي محتاجينه او ايه الايتمز اللي هتتحط في السايت ماب فوتر ده تحديد غالبا معظم السايت ماب فوتر فيهم الايتمز دي مايشuding الت الخاطئ للناس مع جميع يطر كويسام corporate information, contact us and careers link, partner or sites or sites or sister sites for example sites or brands owned by the same company, community links such as forums, help and support we contact information, current promotions, we donation or volunteer information if found طيب اجزامبل الكلام ده حاجة زي site map footer في البيج هنا الـ REI site map footer في الـ los anglos times header and footer wall street journal footer new york times footer معظم مواقع الاخبارية يا جماعة بتستخدم الفوتر او معظم مواقع برضو الشركات او كتير من المواقع بشكل عام دلوقتي بتستخدم site map footer طيب البترن اللي معانا بعد كده sign in tools من اسمه هي عبارة عن ان حرك بتوفر لليوزر ان هو يعمل sign in بتستخدمه امتى في في حالة طبعا ان حرك محتاج اليوزر يدخل بياناته الشخصية غالما بيبقى في الـ upper right corner ازاي كدزينار بتاخده في الحزبان reserve space near the upper right corner of each page for sign in tool place the user sign in name there first and possibly a small version of their avatar ممكن version للـ avatar بتاحهم صغير icon كده صغيرة ممكن زي ما احنا قلنا ممكن استخدمها كassign post تمام unless the name and avatar are already present elsewhere on the page cluster together tools such as following sign out button or link account setting profile setting site help customer service shopping card personal message or other notification a link to personal collection of items زي image sets favorite or wish list واخر حاجة الهو طيب تعالوا نبص على sign in tool site دي مثلا دي مثلا sign in tool menu في airs bnb sign in tool لما يضغط على الافاتر او الوفر على الافاتر بيديلوا المنو دي المحتوية على language setting help send feedback زي google sign in tool مثلا جميل دي معظم sign in tool و المنوز الخاصة بيها زي twitter sign in tool منوز الخاصة بيها اللي بتعرضها حرك لليوزر في الافاتر بتاعه او في او على الاسم بتاعه لما يعمل clicking على الاسم بتاعه طيب جميل بعد كده بعد كده من اسمها اه في حالة مثلا ان هو حرك بتعمل loading الpage او installing الapplication فلازم تدي feedback لليوزر اللي هو واصل لحد فيه او العملية اللي هو طلبها وصله لحد فيه او مثلا بتصمم وزرد برضو بتقوله انت دلوقتي في step 1 step 2 step 3 or whatever اه بتستخدموا ليه علشان الطريقة دي من ال indication لليوزر اه بت بتوضح لهم هما لستلهم time at a ممكن يستنوا اه هل عندهم وقت هو بييده بقى الاختيار هل عنده وقت يكمل دلوقتي ولا ممكن يلغي ويكمل في وقت تاني مثلا اه لو يوزر بيستخدم navigation device معينة لازم توضح له هو لسهل اه مسافة اه وقت على ما يوصل للpoint او للجول بتاعه طيب اه معزرة نرجع تاني اه طيب بعددي اه 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 او whatever الترتيب حريك هتحطه لليوزر بتاعك هتحط له buttons للنكست والباك لو هو محتاجها هتحط له لو هو بتعمل دزاين لماب معينة لازم تحط له الخريطة الكلية وازاي رجع لها في جنب الماب وكمان زي ما احنا قلنا لازم تعمل ديزاين للتايم او للريكوايرد تايم والريكوايرد ديستانس اللي هيحتاجها اليوسر طيب دي ناشن جيوغرافيك كيدز سلايد شو بيجو نامبر برغرس انديكيتور وفي عندي كمان اكزامبل هنا حاطت ان هو 7 of 11 في الفانيتي فيرز سلايد شو هنا مستخدم نامبر برغرس انديكيتور هنا سيقوانس ماب اكوز في الساية الخاص بالميني كوبر هيا جمال احنا لازم نتعلم برضو من البراندينج الكبيرة ازاي هما بيصمموا صفحات بتاعتهم طيب جميل ممكن حضركم تدخلوا على السايت دي وتبدأوا تعملوا self-exploitation طيب البريد كرامب البريد كرامب يعني ايه؟ بالمعنى اللغري التاع وفتاة الخبز البريد كرامب بيمثل في الدزاين مكان اليوزر الحالي من النافيجيشنال هيراركي البريد كرامب لو دقاء انا شوية هنقول ان هو شبه شوية البريد كرامب بس هو بيختلف عن البريد كرامب بيقول ان انا فين من قد ايه؟ يعني مثلا ساي ان انا دلوقتي في المكان الفلاني مثلا في صفحة سبعة من حراشة وصفحة لكن البريد كرامب بيدينا بس indication او بيدي user indication هو فين؟ لكن ما بيديش معلومات عن النكست ولا اللاست سايت او اللاست بيج طيب جميل اه بتستخدمه ازاي؟ بالمناسبة هنا عشان اسمه غريب فهو مدي لك قصة البريد كرامب اه اتسمت ازاي؟ اه اتسمت على اسم قصة هانسل اند جريتر اه اللي كانوا بيحطوا اه فتاة خبز في طريقهم علشان يوصلوا اه وهم رايحين الغابة علشان يعرفوا يرجعوا من نفس الطريق تاني اه دي بس ايه؟ اه مش ايه انجات الاسم منين؟ طيب اه حضركة زينة بتستخدمه ازاي؟ عادة ممكن تحط ويت انجل كوت او سلاش او اه الساين اللي هي العلامة دي اه جنب المكان اللي احنا فيه دلوقتي بالنسبة للهيراركي اه اللي موجود على يمين او على الشمال اه في الصفحة بتاعتك اه بيقول لحركة لازم طبعا بيفكرك ان انت تعمل التسميات للينكس بطريقة واضحة علشان تبقى اه سلف اكسلوراتري بالنسبة لليوزر اه بتخلي الصفحة الحالية الفيجول اه ليبولينك بتاعها مختلف اه نسبيا عن بقية الصفحات جميل جدا اكسامبلز اه زي ما السامسونج عاملة البريد كرامب بتاعتها اهه هنا وهنا فوق انه هو صفحة التيفي ومديا التيفي لون تاني اه من التسلسل اللي هو الهوم سابرت تيفيز اند هوم تيترز وي اه اه هنا بيقول له انت هنا في الصفحة دي اللي هي تلفيجان هوم اه تيتر لو عايز ترجع الورا ارجع اه اه بباك طيب جميل فيه كمان معنا اكسامبل تاني بي اتش ويب سايت هنا برضو مدي لك البريد كرامب او فوتاة الخبز الخاص بالسايت او الكارنت ستايت بقى يعني احنا بنترجمها فتاة خبز بس هي الكارنت ستايت لليوزر وي اه ممكن برضو من خلال اللينك يرجع برضو في الكودينج بتلاقي البريد كرامب في الكروم ديفيلوبر تول البريد كرامب يقول لك حرك هنا مثلا في الفلاس الفلاني او في اله البريد اللي بعد كده بترون لطيف جدا اسمه annotated scroll bar ودي زي ما احنا جوه الادوبي اكوبات ويدر بيوضح لنا احنا لو احنا جينا هنا على ال scroll bar اللي على الجنب هيوضح لنا احنا فين او ممكن نعرضها بالطريقة دي اللي هي tool of مثلا 43 او حرك فين بالزبط من جوه الصفحة او جوه الدكومنت بتاعك بتستخدمها امتى بتستخدمها لو حرك بتعمل design طبعا لدكومنت ويدر او دكومنت اديتر طول بتحتاج لها دي بتستخدمها ازاي I put a position indicator on or near the scroll bar ايضا static or dynamic indicator يعني يكون ثابت او ان هو لما اليوزر ييجي عليه يوضح له هو فين مدينا هنا examples لطيفة عشان ما نطولش في الجزئية دي زي def merge وزي comb annotated page طيب البترن بعد كده animated transition وهي اخر بترن في شابتر navigation ايه ودير برعا ايه ان حرك بتضيف motion or transformation للappearance الخاصة بالobjects اللي جوه الصفحة اللي هتتعاوض اليوزر البترن ده مشهور جدا في mobile applications وغالبا بتبقى هي standard for quality interaction للموبايل الapplication بتبقى عبارة ايه ايه عن طريق احيانا ان حركة بتعمل zooming in zooming out rotation او او ال icons الموجودة بتبين عن طريق الانيميشن هو فين وممكن يروح لأي حاجة بعد كده وايه ال next وايه ال back وزي macOS وعملات ال resizing لل windows او لل screens فيها بقى طيب حركة بتصممها عن طريق ايه او ان حركة تاخد في حزبانك بعض ال issues او بيختارها لحركة ان حركة تعمل حاجة زي حافظة تحفظ فيها short animation لل current state لل first state مع second state تعمل zoom and rotate للحاجة بحيث ان هي تدي احاء لليوزر ان something physical شيء مادي بيحصل بعض transformation ممكن يبقى عملية ال brightening للحاجة زيادة سطوعها expand and collapse fade in و fade out او clash ببطء مبين ال two states sliding او انزلاق هيئة الانزلاق كده الحاجة بتجوي spotlight اضواء على الحاجة ال current state او second state لليوزر بيعملها examples حاجة زي عرض العربيات بالطريقة دي بيعمل zoom in animated ال current state breezy presentation طبعا zoom reveals بطرق كتير جدا ليه العرض اللي عليه دور بيعمل zoom in و zoom out بشكل animated رهيب ودي من اكتر ال البرامج تبدي احاء فعلا ان فيه اثار او excitement في عملية العرض بيعمل ميدي لك هنا resources زيادة ممكن هكتقرواها خاصة بنفس الطبك بكده وصلنا لنهاية الشابتر بتاعنا شابتر 3 اللي باختصار اكلمنا فيه عن ازاي حضرك كدزاينر تعمل النافجيشن او الواي فاينبينج للابليكيشن بحيث تسهل اليوزر انه هو يستكشف التطبيق بتاعك بسرعة وتحافظ على الاحساس بالصياق او بالكونتكست الخاص بالسايت او بالابليكيشن وامتى تستخدم كل نوع من انواع النافجيشن وازاي تستخدم التولز الخاصة بالنوع ده من النافجيشن ديزاين ازاي تقلل الـ error states والconfusion اللي بيحس بيها من يوزر جوه الانترفيس بيقول هنا last message بالنسبة لحضرتك ان design approach والنافجيشن اللي تم عرضها في الشرطر ده هاتساعدك النهيه ان حضرك تخلق user experience او تجربة استخدام لليوزر رائعة وممكن تكون سحرية عمرها ما تتمحها من ذاكرة المستخدم شكر لحضرتك واشوفكم في شرح شابتر فور ان شاء الله سلام عليكم شكرا شكرا شكرا